السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أنس أحمد خليشوف الكاميرا من بعد البيروكي تماما كاميرا تسجل مليح فقال لك خزان مياه بدون غطاء قاعدته مربعة به قاعدة الخزان كيف ما قلنا مربعة طول ضلعه سين بالمتر يعني هذه قاعدة الخزان وجوانبه متعامدة يعني عموديات خزان زي اي خزان عادي تخيل لك القاعدة متعامدة مربعة اللي هي سين في السين طول ضلعه يقولك سين إذن مربع طول ضلع زي بعضها يعني هنا سين 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 وجوانبه متعامدة كيف ما شكل متعنا هذا فإذا كانت المساحة الكلية للوحة الذي صنعه منه الخزان ثلاثة متر مربع كويس خليس نسكر الشكل متعي نفرض أنه طول ضلع هذا المتعامد اللي هو نفسه هذا اللي هو نفسه هذا اللي هو نفسه هذا بيساوي عين المهم الجوانب بمتعامدة فإذا كانت المساحة الكلية للوحة المعدنية الذي صنعه منه الخزان بيساوي ثلاثة متر إذن المساحة الكلية بتساوي ثلاثة متر مربع فأثبت أن الحجم الداخلي للخزان حيث 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 تساوي ثلاثة سين على أربع ناقل السين تكعيب على أربع متر مكعب كويس طبعا عندي الميمي الكلية خلي نجيب مساحة الخزان طبعا مساحة الخزان كيف ما تعرفوا ركز عليها هذه إنه بدون غطاء بدون غطاء بدون غطاء معناها فوق ما فيش مساحة بنحسبها بنحسب المساحة السطحية اللي هي الجنب اللوطي هذا بتزيدها مع شني مع اللي جاي من هنا واللي جاي من غادي واللي جاي من تالي واللي جاي من قدام يعني السطح اللي هكي واللي غادي واللي من قدام واللي متالي والسطح اللوطي كويس إذن عبارة عن شني المساحة طبعا فوق مجوف نحن نعفونا خزان قال لك بدون غطاء معناها فوق ما فيش مساحة المساحة اللي بنحسبها اللي هي عبارة عن سطح اللوطي والسطح الجانبي هذا والسطح الخلفي والسطح الجانبي هذا والسطح القدامي هذا طبعا فوق ما فيش لك كويس اذا عبارة عن شن المساحة الكلية عبارة عن مساحة القاعدة شن بتساوي المساحة الكلية بتساوي مساحة القاعدة اللي هي السين في السين اللي هي سين تربيع زائد اربعة جوانب عندي مساحات اللي هي السين في العين يعني عندي اربعة جوانب من هنا يجلب من غادي يجلب من التالي يجلب من قدام ومساحتها كيف ما نعرف عبارة عن طول ضلع هذا، في هذا يعطيك هوا الجانبي تبعاً هذا نفس الشيء ... سين وهذا عين معناه أني عندي 4 سين عين اللي أنه عندي 4 جوانب حيطات بالخزان كل واحد منهم هي عبارة عن سين في العين تعطيكي جانبه هو اللي من غادي سين في عين اللي من هنا يبارة عنRE كيف اتلاحظه طول ضلعه هي عبارة عن عين اللي من الخلف نفس الشيء سين في عين معناه أني عندي الاربعة سين عين كويس احنا المساحة عطيها لنا بتساوي 3 متر اذا 3 بتساوي سين تربيع زائد 4 سين عين نرفع السين للطرف الآخر السين تربيع عادي نرفع طرف الآخر اذا 4 سين عين بتساوي 3 ناقص سين تربيع نقسم على 4 سين نقسم على 4 سين تمشي هادي مع هادي وتمشي السين مع السين تفضلك 3 ناقص سين تربيع على 4 سين اذا هادي عين عين شب بتساوي خلنك تبه هني بيش نحصل المساحة في الكتابة عين بتساوي 3 ناقص سين تربيع على 4 سين كويس هو قال لك اثبت ان الحجم الداخل للخزان يعطيك بالشكل لهوى يعني يكون الحجم بالكيفية هادي اذا انت وحن نجيب الحجم الحجم بيساوي شم بيساوي الحزم حجم الخزان بيساوي مساحة القاعدة اللي هي Eisen في السين كيف ما نعرفو الحجم ديما للشكل المكعب سين في السين في العين اذا سين في السين في العين اللي هي بتساوي سين تربيع في العين هذا الحجم كويس كيف ما نعرفو هو عبار عن شемонي مساحة القاعدة في الارتفاع او بامكان نقول سين في السين في عين علاش تضرب جميع الأطول سين في السين في العين طول هذا في طول هذا في الطول الرأسي اللي هو صين تربيع في العين كويس إذن صين تربيع اللي هي آدي نزلتها هنا صين تربيع في العين نعوض بقيمتها هذا عبارة عن حجم الحجم بيساوي صين تربيع في العين اللي هي 3-10 تربيع على أربعة صين خلني اكتبها هنا الحجم بيساوي صين تربيع في 3 ناقص صين تربيع على 4 صين تمشي الصين مع التربيع شين يفضلك يفضلك ووزع الصين الداخل يفضل 3 صين ناقص صين تكعيب على 4 اللي هي نفسها اللي هي عبارة عن شيني اللي هي عبارة هذه وزع المقام المقام طبعا ما يكون مقام واحد إذن يتوزع للبسط لهادي وليهادي إذن 3 صين على 4 ناقص صين تكعيب على 4 متر مكعب نفس اللي عندي في السؤال نفس إذن ثبتها إنه بتساوي 3 صين على 4 ناقص صين تكعيب على 4 هذه صح وهذه صح لكني غير بس جبت هذه وخلتها مفككة بش نورضيه إنه نفس أنت كتبتها لي بالظبط كويس قال لك ثم أحسب بعض الخزان لتجعل حجمه أكبر ما يمكن لما يقول لك حجمه أكبر ما يمكن معناها الدلحة على الدلسين كيف ما اتفقنا بتساوي سفر لأنه أكبر ما يمكن نطلع الدلحة على الدلسين من هذه هذه طبعا الحجم نطلع الدلحة على الدلسين بساوي فاضل هذه 3 على 4 صين هي عبارة عن 3 على 4 ناقص ينزل الأس وننقص من الأس 1 على 4 ما يساوي هذا يساوي سفر كيف ما اتفقنا كويس نضرب أربعة للطرف اليمين والشمال نضرب أربعة هنا ونضرب أربعة للطرف هذا تمشي الأربعة هذه والأربعة هذه مع الأربعة هذه والسفر في الأربعة يساوي سفر إذن يضل لي 3 ناقص 3 سين تربيع بساوي سفر ننقل 3 للطرف الآخر إذن ناقص 3 سين تربيع بتساوي ناقص 3 نقص مع النقص 3 للطرفين نقص مع النقص 3 للطرفين تمشي هذه مع هذه تمشي السالب مع السالب وتمشي 3 مع 3 يفضل 1 إذن السين تربيع بتساوي 1 ومنه السين بتساوي 1 طلعت قيمة السين السين هادي بتساوي 1 والسين هادي بتساوي 1 فضل العين هي العين كيف نجيبها هو سنطلب منك الأبعاد العين كيف نجيبها نعود بالقانون نجيبها إذن العين بتساوي 3 ناقص سين تربيع هي قيمتها 1 1 تربيع على 4 في الواحد بيساوي 3 ناقص 1 تربيع اللي هي نفسها 3 ناقص 1 اللي هي عبارة عن 2 4 في الواحد عبارة عن 4 على 2 فيدنا 1 على 2 فيدنا 2 إذن عين بتساوي نص إذن أبعاد الخزان أبعاد الخزان طبعا 1 و1 ونص إذن 1 1 شني نحن نتعامل بالأمتار نحن نتعامل في المسألة هذه بالمتر إذن 1 متر 1 متر اللي هي لأنه في قيمتين سين هذا 1 وهذا 1 والعين اللي هي عبارة عن شني عبارة عن نص متر اللي هي ذي سين سين عين وهذه جاء السؤال لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب لايك كومنت وهم من هذا كله شير ليصدقائك الشير لهو مشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة